ينشغل الحاج محي بإزالة الأوحال الطينية المتراكمة أمام داره جراء الأمطار الأخيرة وإنشاء طريق العبور المراء فهو يسكن في منطقة شوارعها ليست معبدة وتنقصها خدمات أخرى كثيرة كبقية الكثير من أحياء الديوانية كما يقول السكان الذين طالبوا مجلس المحافظة الجديد بالتخفيف من معاناتهم جاي عم ربابي بسر يدع برجهالي شلون يعبرون ما أدري فساد ما أريد خدمات أريد بالعتم الموجودة اللي أريدهم يثون أنه توصف الديوانية بالمدينة المنكوبة حيث لن تحل مشكلاتها وأزماتها رغم تعاقب الحكومات فيما يقول ناشطون مدنيون إن الفساد يتفشى في دوائرها مع كثرة المشاريع المتلكئة وانعدام البنى التحتية مطالبين الحكومة الجديدة بالتصدي والنهوض بواقع الخدمات وإبعاد المؤسسات الحكومية عن المحاصصات مرصودة للمحافظة أموال طائلة جدا وينطونها إلى مشاريع مشاريع تعارض مشاكل بشكل جذري ومشاريع ترقيع بنشرات ضوئية وحفرنا ويبحثون عن الشور الإعلامي أكو دكاكين مفتوحة دكاكين أعزاب هي عايشة على محاصصة الدوائر محاصصة المؤسسات فأنا أعتقد أو أجزم إنه ما ممكن يتخلون عن هاي الطريقة بس إحلال شنقول نقول نعول إنه هاي المرحلة رح يتحمل فشل إدارة المحافظة هو طرف واحد بعدها ما نريد أعذار وكان مجلس محافظة الديوانية قد أعلن عن برنامجه الخدمي والإداري للمرحلة القادمة الذي يتضمن تقييم مدراء الدوائر والأقسام فضلا عن وضع خطة للنهوض بواقع الخدمات كتأهيل الأحياء وشبكات المجاري سوف نشكل لجان مختصة لغرض تقييم مدراء الدوائر والرسالة الأقسام خلال فترة معينة وإن شاء الله ننتظر تقييم اللجان وإن شاء الله الناس اللي نشوفها بالنسبة لها مستحقة أن تتبوى مكاناتها نكون داعمين إلها إن شاء الله والناس اللي نشوفها مقصرة بعملها نستبدلها عندنا إحنا حياء وزارية من حالة يعني عن طريق وزارة الإسكان اللي هي 42 حي راح يدخلنا التنفيذ إن شاء الله عن قريب عندنا تسع مشاريع اللي هنا مشاريع مجاري للأقضية والنواحي الموجودة بالديوانية إن شاء الله سوف ترى النور عن قريب وبالإضافة إلى تراجع الخدمات فإن الديوانية تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بسبب عدم الموارد الطبيعية وتدهور قطاع الزراعة تحديات كبيرة أمام الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي أبرزها استعادة ثقة المواطن بالأداء الحكومي ومواجهة الفساد والرشوة في مؤسسات الدولة فضلا عن تدخل المكاتب الاقتصادية للأحزاب السياسية في عمل المؤسسات ميثم الشباني الحرة الديوانية